سريعا ارتفع التساؤلات العراقيين عن الفرقات بين حكومة أغلبية وطنية وحكومة توافقية سيما بعد أن تصدرت الجملتان محركات البحث في العراق بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التساؤلات التي حملت تأملات بواقع معيشي أفضل على يد حكومة يريد منها العراقيون تحقيق المطالب لكن حق الوعي السياسي في الشارع العراقي أمر ضروري سيما بعد أن تجرأ الشارع العراقي لوعات وويلات من سنوات ماضية لم تؤتي فيها البرامج والخطط السياسية للحكومات المتعاقبة أكلها أما حكومة أغلبية وطنية والتي تصدر شعارها على لسان زعيم الكتلة الأكبر في استحقاق تشرين مقتد الصدر تعني بالواقع العلمي والحسابي في مجلس النواب أنها الحكومة التي تستطيع بعددها الأكبر قيادة الجزء الأكبر من مباحثات تشكيل الحكومة والتأثير في صناعة حكومة تكون نتيجة تلك الأغلبية في الكتل الأكبر في البرلمان الجديد بعيدا عن حسابات الحكومة التوافقية التي تعني بصورة مباشرة ما اعتاد عليه العراقيون وهي الحكومة التي تتشكل نتاج توافق كتل متقاربة في أعداد المقاعد فيما بينها ما يتيح لها أن تشكل تأثيرا جماعيا متفقا عليه بين الجميع لكن هذه التوافقية رفضت بصورة مباشرة من قبل الوسط السياسي بعد تجربتها التي لم تأتي بثمار حقيقي للعراقيين ما يعني أن الذهاب إلى تشكيل حكومة أغلبية يبنى على سهم الديمقراطية الأعلى الذي اختار المواطنون عن طريق صناديق الاقتراع كتلتهم الأكبر حتى وإن كانت هناك تحالفات جديدة داخل مجلس النواب لكن تبقى الكتلة المتصدرة هي التي تتحكم بزمام صناعة الحكومة الجديدة والتي لا يريد لها الصدر أو غيره من الوجوه الجديدة البقاء في مربع التوافقية أو الاقتراب من ثمة المحاصصة التي رفضها الشارع جملة وتفصيله المترجم للقناة